موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة من كلام باروت تدعيات استقالة الرئيس سعد الحريري والتحركات الداخلية والخارجية تناولتها الصحف الصادرة اليوم والتي تابعت ايضا هذه القضية وابرزت طلب عدد من دول الخليج الى رعيها مغادرة لبنان فورا هذه العنوين وغيرها سنتابعها اليوم مع رئيس مجلس قيادة حركة الناصرين الاحرار الدكتور زياد عجوز دكتور عجوز اهلا وسهلا فيك بكلام بيرو سهلا سهلا صباحك رح نبدأ نحن وياك الحلقة اليوم بكاريكاتير لارماع حمصي بصحيفة النهار رسم من دون تعليق خريطة لبنان بقاعة الوصول الى مطار الى المطار بيروت وتنظر الى ساعة اليد وبالايد التاني في صورة للرئيس سعد الحريري طبعا الكلام حول عودة الرئيس الحريري الساعة نعم انه آمتين بديو يوصل ويرجع دولة الرئيس سعد الحريري الى لبنان نعم وهذا اللي عم بشك الحال الضايع عند النس عند معظم النس ويدة تساؤلات وهذا يمكن بدنا في سياق حديثة عن المقابلة اليوم بدنا نحكي فيها نعم أنه لازم نحن نكون عنا سوابة وأسس في عملية التعاطي مع هذه اللحظة الحاسمة والتاريخية في لبنان استقالة الرئيس سعد الحريري مما لا شك فيه أنه عملت صدمة صدمة كبيرة صدمة إيجابية لدى البعض وصدمة سلبية لدى البعض صدمة إيجابية بمعنى أنه طريقة الاستقالة وما تضمنه قطابة الاستقالة كان مطلوب عن شريحة كبيرة من جماهير تيار المستقبل من جماهير 14 أزار ينكوه بكل عمليات الكيدية وعمليات التسلط اللي عم بيمارسها حزب الله وأتباعه في لبنان هيدا الكاريكاتير اللي عم بينحط أنه أنتين رايحوا أمتن جاي ما هيد هي المسألة حزب الله وأعلام حزب الله الموجه وغرفة عمليات اللي خادوها منذ بداية الاستقلال هني عم بيحاولوا يحوروا الحقيقة يوجهوا بس هاموا نحو استقالة إقامة جبرية استقالة إجبارية حييجي ما حييجي سعد الحريري عم بيحاولوا يفرغوا مضمون عملية الاستقالة ليه بدوا يفرغوا مضمون عملية الاستقالة لأن الاستقالة مش بس هي هدف ولا هي سبب الاستقالة هي مرحلة جديدة دهكي عن الموقف نعم الاستقالة هي مرحلة جديدة عم بيخوضها الرئيس سعد الحريري بموقعه وقامته الكبيرة مش بموقع اللي عم بيحاولوا يشبهوا فيه انه أسيروا وقعدوا بحال بعد شوي يعني تشبيه طريقة التشبيه وطريقة تحوير الأمور عن حقيقتها هي مش عملية عطف ولا تدعم للرئيس الحريري هي محاولة تحجيم الرئيس الحريري والتحجيم دوره المقبل وهو دوره قيادة للأسف الشديد انه بعض الأشخاص وبعض يعني العالم وبعض جماعاتنا غرقوا بهذه الإشعاعات وبلش يصدقوها ليه لأنه ما في مقابل للأسف الشديد برجع بلك ما في مقابل غرفة عمليات مقابلة تضحض هذه الإشعاعات وتواجههم بينفس السلاح حق الرئيس سعد الحريري بعد هذه الإستقالة وبعد ما تم تسريبه بعد ما قال هو عم بيقوله أنا الجماعة هددوني حكي حكي بلغة بلغة زعامة بلغة قيادية رئيس سعد الحريري نعم 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 عم بيحكي أنا هون بلبنان بعض الجماعات بلش يصدقوا الإشعاعات ويتعاطوا معا على أساس أنه صحيحة وهذا غلط ليه لأنه ما في غرفة عمليات مضادة تواجه هذا مشروع الإشعاعات لأنه هذا الإشعاعات مشروع كتير كبير مشروع يحاول تقزيم حجم الاستقالة وتحجيم دور الرئيس سعد الحريري المقبل وهو دوره قيادي وزعامه حكيت عن إيجابية للإستقالة قد تكون بدي روح معك إنه في إيجابية ولكن تدعيات ما جرى أين بقيت الإيجابية؟ يعني حكيت في إيجابيات وسلبية أولا هي على المستوى العام نحن باللبنان وين رحنا وين صرنا لما فات الرئيس سعد الحريري بتسويه لحتى يدخل هذه ويأخذ منصب رئاسة الحكومة أخذ تسويه لحتى يحافظ على استقرار البنان وعلى الوحدة الداخلية ضمن خطوط حمرة هو وضعها لنفسه على كل حال إلا اللي بيعرفوا موضوع تسويه شو فيها من بنوت إلا المعنيين فيها ضمن خطوط حمرة وهذه التسويه كانت لو ما حصلت لو لم تحصل هذه التسوية لدخلنا فيه فراغ كبير في البلاد وفراغ كان يخطط له الفريق الآخر هلأ نحن وين؟ نحن هلأ بمرحل جديد بمرحل أنه عدم الثقة عدم الثقة الداخلية هلأ شو بدك؟ يعني أقول تعاطف وكلهم وهلأ كل المنابل الأعلمية والسياسية نحن أقول كنا هنفوت بمرحلة هلأ نحن بمرحلة أقل خطورة من قبل أو أكتر خطورة نحن لا بالعكس هلأ نحن عم نرجع نشد عصبنا نرجع نعيد دورنا نرجع نعيد تموضوعنا تموضوع لأننا نحفاظ على لبنان العربي الهويته عربية لبنان الحر السيد المستقل لبنان الوحدة الوطنية لبنان الاعتدال اللي هيدا بيرفضه حزب الله وجماعته وجماعته نعم صحيفة المستقبل والإضافة إلى ما ذكرته طبعا في كلام حول موضوع الشائعات وغيرها تقول بالعنوان للرئيس الحريري الأمر ولك ويعني تقول عن الشائعات كثرت الشائعات وصار كثير من الأخبار على امتداد بالموضوع الإعلامي وبالساحات وحتى بين الناس أنه فيه تأويل وتقويل لمقال الأمور على صعيد استقالة الرئيس سعد الحريري وتدعو المستقبل الموقع يعني حذر من ضخ مبارح كان في اجتماع طبعا موسع لكتلة وطيار المستقبل حذر من ضخ منظم وخبيث لسيل من هذه الأخبار المفبركة ودعينا الجمهور إلى نبد الشائعات والأكاذيب طبعا تم استخدام صفحات طيار المستقبل وبالتالي إلى التنبه لهذا الأمر ولكن هاي طبعا يعني بالبلد هايك بسيء يعني العالم ما هي وان المش اللي بعدنا عن نحكي نحن أنه فيه غرف عملي لأنه فيه غموض والناس أي خبرية بتلعطها فيه غموض ولكن بنفس الوقت فيه عملية مناورة سياسية أنا أعتقد أنه أعتقد ما فيني إجزم ولا لك أنه الرئيس سعد الحريري يقوم بمناورة سياسية ناشحة أربك فيها خصومه وضيعهم اللي من يومين قال نحن ضعنا ما عارفين وين ضعوا لك هذه المناورة السياسية تتطلبها المرحلة وعيدي تكتكي استراتيجي لأنه اللي إحنا فيتين فيه مرحلة من نهايني مرحلة كتير صعبة على مستوى الوطن وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى الأم العربية كلها فبيحقله الرئيس سعد الحريري بموقعه اللي هلأ هو موجود فيه أنه يناور لحتى يوصل للهدف هني أقالوه سنة 2011 لما كان وين لما كان بده يفوت على اجتماع مع الرئيس الأمريكاني بس رجع هني بحقلن يقولوه هو بالخارج هو ممنوع يستقيل هو بالخارج كيف هدي على أي يعني تحت أي عنوان هو تخطي مش موضوع الاستقال بيحق لأي رئيس حكومة يستقيل ولكن تدعيات اليوم الخطورة مش على فريق اليوم الموضوع هو لبنان ككل عيوني الخطورة لوصلت سعد الحريري رئيس سعد الحريري للاستقالي هذه الخطورة خطورة هيمنة هيمنة حزب الله على كل المؤسسات الدولة هيمنة دولة حزب الله على الدولة صار دولة حزب الله أكبر من الدولة اللبنانية هذا اللي وصلنا لهذه المرحلة ليوصل الرئيس سعد الحريري هو مرحلة الخطر الأكبر استقالة الرئيس سعد الحريري لهذا حتى يخفف هذا الخطر ويعيد لبنان إلى دوره الطبيعي إلى حقيقة عنوانه ورفع رأيته العربية اللي نحن منفتخر فيها واللي ما ممكن يكون ولا يوم من الأيام لبنان فارسي لبنان عربي النصل إلى هذه المرحلة لتطلب حرب مواجهة لأنه اليوم صحيفة النهار تقول مؤشرات المواجهة تتصاعد والجانب التحرك الدولة تضيف النهار أنه في زيادة للمخاوف من تصاعد الأزمي سواء تدعيات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية أو في إطارها الخارجي بعض الأوساط المعنية حضرت عبر النهار من أن أي خطوة رسمية غير محسوبة قد ترتب مواجهة لبنانية سعودية لن تكون لمصلحة لبنان وأن التطورات التي تتسارع توجب مزيدا من التريث قبل الإقدام على أي خطوة قبل ما كفى بموضوع نيويورك والموقف الأمريكي ما هي واضحة نحن صرنا جزء لبنان بهذه المرحلة من مواجهة شاملة لمشروع قدم الدول العربية الدولة الأخرى لمشروع لبنان محيط لماذا رجع ساحة يا عيوني أنا معك ومن ضمن التسوير الرئاسي اللي كان اللي خادها واللي فات فيها الرئيس سعد الحريري لحتى أنحيده وربط نزاع وإلى ما هنالك من اللي حاول خلص لقى حاله أنه أنا يعني فسر سياسة الرئيس سعد الحريري هي اعتمد على ربط النزاع وحفاظه على إسكرار فصار أضعف صار بدي تسلط أكتر صار حزب الله وجمعته هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد بالنهاية بدك توقف البلد كلها عم بتروح صارت بإيديهم لو ضلوا مستمرين على هذا النهج لبنان كان حيصير فعلا محافظة إيرانية متل ما أن قاعدين عم بيخططوا لهذه المنطقة دولة اللي قام فيه رئيس سعد الحريري مشكور بدنا نوجه له تحية إكبار هذا إنسان موقف زعامة هذا اللي قام فيه موقف لا يمكن إلا توجيه التحية وفهمه بالمنطق الصحيح أنقذ لبنان عم برجع أقول لك أنقذ عروبة لبنان أنقذ وحدة لبنان علاقة داعياتها اقتصادية سياسية شو بد يصير نحن فتنا بالمعمعة الداخلية نحن صور من نظوم من منظومة المواجهة العربية الإيرانية في الداخل لأنه إيران استخدمت لبنان صار منطلق لألا لحتى تصدير إرهاب للدول العربية كنا عم نشوف في الدول العربية شو عم بيصير مهم منطلقة الأساسية من لبنان معقولي بقى الرئيس سعد الحرير يغطي حكومة كيف يغطي حكومة الرئيس سعد الحرير يغطي حكومة قاعدة عم تصدر الإرهاب لبرة كيف منطلقة من لبنان من لبنان تقولوا قبل أنه هذه أدرع يلي إيران عم تهيت غزية وهي عم تدعمها ليش هو موضوع إيران لبنان جزء لبنان جزء ولكن رأس الأفعال عنا بلبنان رأس الأفعال عنا بلبنان إذا صار هون مواجهة إيران بتخسر عيوني أنت عم تحكي مش لبنان الوحيد اللي حيكون الساحة نحن بمواجهة ونتمنى أننا تكون مواجهة عسكرية يعني أنا برجع بلك نتمنى أنه لكل خسران فيها المواجهة العسكرية ولكن في خضام الصراع بالمنطق أنت عم تقرأ نحن في عملية صراع عربي إيراني موجود ونحن مطلوب يحصل مواجهة بالإيراني ونحن لبنان ولبنان لآخر مرحلة حاولنا نحن بقدر الإمكان تحييده من اللي يجرك لهذا هنه اسلوبهم هنه خسروا سعد الحريري خسروا أكتر ناس خسرانين سعد الحريري ونحفظوا الألقاب هنه حزب الله ونه جماعة ماني أزعار لأنه ما هيجيهم واحد وحيترحموا على أيام سعد الحريري اللي قاملوا سعد الحريري مش انبطاع ولا تخيذل تذكر قبل بأسبوع أسبوعين شهر من استقالته شو صاروا صار يفلتوا جماعتهم اللي من جماعة عفهم بديحكي شوي مذهبية من جامعة السنة أهل السنة اللي تبعين لألون شو يقولوا لون السنة باحباطين والسنة محباطين وسعد الحريري وورا الأحباط السنة كانت عملية لك انتوا عادين لك شو عملتوا فيه انتوا لها الزلمة انتوا اللي وصلتوا لها أنا ما حيو وصلتونا لها لبنان وانتوا بتتحملوا مسؤولية أي شي بيصير بلبنان مش استقالة الرئيس سعد الحريري انتوا قاعدين عم بتحاولوا تعدوا يعني تغيروا تحوروا للحقائق وتتوجهوا سيهمكم والله السعودية هي السبب وشو بقعرفني والرئيس سعد الحريري استقالته استقالة مرفوع هيدا كله خلينا قبل بشهر قبل بشهران شوية عم بيصير بلبنان والرئيس سعد الحريري ماشي نحن مشي معهم بقانون انتخابات متل ما بدأ مشي معهم دي تشكيلات قضائية انتبه هلا أكيد يوافق وكذا بسمعي معهم ولكن بالآخر ولكن بالحفاظ بعد سنتين فراء كان لابد من عمل شيء ما لحتى مؤسسات الدولة تمشي وما كان حدا ممكن يضحي ويعمل هيك إلا واحد شخص متل الرئيس سعد الحريري الرئيس سعد الحريري ضحى هو كان عم بيفكر من أجل لبنان هوني كان عم بيفكره من أجل مصالحهم الدايقة من أجل مشروعهم مش عم نسأل شيء افتراضي ولكن هذه التضحية ممكن لاحقا يقال انه بعد هذه التضحية رحتوا أخذتوا لبنان لمكان آخر بعد ما كان محيد وبدأت المؤسسات تشتفل حنصير ساحة مرة تانية ما هو لو استمر كنا ساحة تانية حكما كنا ساحة تانية ساحة إيرانية ساحة إيرانية وكننا خسرنا لا لا نرجع ساحة لبنانية نحن هلأ انت عم بتقلنا لحظة نحن ما حنسلمكم لبنان لقلكم بيرجع بقلك سعد الحريري بيموقفه مش بس بيمثل نفسه بيمثل كل مواطن لبناني عربي شريف من جميع الطواقف دون استثناء ذكرنا انه في متابعة وتحركات داخلية وأيضا خارجية كما ذكرنا من تابعة بصحيفة النهار مرسلة بنيورك نقل يعني عن مصدر موطوق بالامم المتحدين واتصالات مكثفة تجري بعيدا عن عضواء مع الجهات المعنية بالعضاء في لبنان بغية لجم أي تدهور يمكن أن يحصل بسبب التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران حتى يعني الأمين عام للامم المتحدة يشارك شخصيا بهذه الاتصالات من أجل التهديئة والحفاظ على الاستقرار طبعا المنظار الدولي يختلف عن الداخل هو موضوع إقليمي دولي صحيح يعني القراءة الشاملة أنه في توتر بالمنطقة كلها نعم ولبنان نصبح في عين العاصفة نعم نحن شأن أمقابينا يعني شو ما حكينا أنه نحن أصبحنا في عين العاصفة ضمن هالأزمة الكبيرة اللي عم بتصير بالمنطقة قد ما حاولوا يسحب ويدة التشنج إذا إيران ما وقفت عند حدها ما ممكن يلي بيطلق صاروخ على الرياض صاروخ باليستي شو عنوانه ده شو قصده فيها يلي بيطلع رئيس جمهوريته بيقلك أنا ما بيقدر لها السلف لبناني ولا السوري ولا العراقي ولا اليمني ولا هذا ياخد قرار إلا بعد أنا موافقته عم بيحكي عن الدول يلي هي حق فيها إنجازي نقول هؤلاء إلي هذا الرئيس إيه أنت واحد عم بيطلع رئيس إيراني عم بيقلك أنا أنت هادئ قدمت ونحن عارفين مشروعه مشروعه هي عادة بسط إمبراطوريته الفارسية من جديد ما بدنا نتخبأ وراء إصبعنا نحن فيه مشروع خطير جدا عم بيمر بأمتنا العربية يمكن سبب نحن صمتنا وسكوتنا عليه على مدى سنين وتعاملنا معه من البداية بحالة استهزاء وصلنا له المرحل لو من البداية من عشر سنين من 11 سنين قدرنا نحن نقف بوجه المشروع مثل ما هلأ قد يعم نقف لكن وصلنا لها لها المستوى ولا هالمستوى التهديد ولا هالمستوى القطر نحن تأخرنا والدول العربية هي كمان مسؤولة بهذه عملية تأخر لأنه كان في عملية إلهاء أو عملية عدم قراءة صحيحة هذا مجتمع دولي ودول الكبرى ما كانت عم تتعامل بجدية بهذا الملف لا كان صحيح بس أنا من لحظة اغتيال الرئيس شهيد رفيق الحريقي كان لازم نعرف ندرك أنه فيه مشروع هي لحظة هي موين غلطنا أنه لحظة اغتيال الرئيس شهيد رفيق الحريقي كان لازم نحن نتأكد أنه فيه هناك مشروع كتير خطير كبير ضد أمتنا العربية ضد وطننا العربية وضد لبنان من لحظتها كان لازم يتعاملوا معه بأكتر جدية مش نترك لأمور هيك السابية وما نترك لبنان لقمة بفم الفرصة رح نتابع معك دكتور زياد عجوز الموضوع الداخلي المشاورات والاتصالات والمواقف أيضا الموضوع الاستقالي وتدعياتها بعد التوقف مع السراحة أولى ابقوا معنا مشاهدينا ترجمة نانسي قنقر